والكتب لنجد هذه القصة الجميلة والتي كانت بين عبد الله بن صفوان والحارث بن أبي ربيع وذلك أن عبد الله بن صفوان اختلف مع الحارث بن أبي ربيع بعد سنوات من الود والمودة والحب يعني هذه الدنيا وقد يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم يعني مهمة الشيطان هي أن يقوض هذا الصرح وأن يهتك هذا الستر وأن يهتك هذا الجمال من العلاقات وتفاهم الناس فكان هذا الذي صور في كتب التاريخ وسطرته أن عبد الله بن صفوان كان صديقا ملازما وخلا وفيا للحارث بن أبي ربيع ولما اختلف مرة من المرات ذهب هذا غاضبا إلى بيته أعني به عبد الله بن صفوان وذهب كذلك الحارث بن أبي ربيعة إلى بيته كذلك مغضبا من الذي حصل وكان عبد الله بن صفوان صاحب إبل إبل كثير وكان رجلا كريما معطاء كان كل مرة كل يوم يرسل قربة كاملة من الحليب يرسلها إلى صديقه الحارث بن أبي ربيعة اليوم اختلفوا هل يرسل ما يرسل ما الذي نتوقعه رجع الحارث بن أبي ربيعة إلى بيته وسأل هل أرسل عبد الله بن صفوان الحليب اليوم قالوا ما أرسل شيئا وكان هذا السؤال نفسه يسأله عبد الله بن صفوان لأهله قال لا ترسل له اليوم حليبا بس ليش إني أخاف أن يرده يعني خاف أن يرد عليه هديته هو متعود كل يوم يرسله قربة لكن بعدما اختلفوا قال يعني ممكن يرسلها لو يردها في وجه يعني تكون كبيرة بينما الحارث بن أبي ربيعة يعني يعرف أن صديقه بينهما من الود والصداقة فقال يعني هل أرسل اليوم شيئا قالوا ما أرسل شيئا فخرج الحارث بن أبي ربيعة من بيته فوجد عبد الله بن صفوان قال لماذا لم ترسل إلينا الحليب اليوم لماذا تجمع بين الهجر والقطيعة ومنع اللبن يعني هب أننا اختلفنا فليش تمنا علي الحليب قال إني خشيت أن ترده قال إني خشيت أن ترده فكان هذا من العقل ومن المرؤة يعني الحارث بن أبي ربيعة يقول لنفرض أننا اختلفنا فإني لا أرد هديتك فلا أراك تجمع بين الهجر يعني تقاطعنا وكذلك تقطع عينينا اللبن والحليب فلما سمع عبد الله بن صفوان كلمته هاته قال أنا الذي سأنقل لك الحليب بنفسي إلى بيتك هذا السمو في الأخلاق أردت منه كإشارة مبدئية ونحن عندنا علامات وإشارات أنه مهما كان حجم الخلاف ومهما وصل حجم الأذى إياك أن تصل إلى ما يجرح الكرامة ولا تقطع كل حبال الود والصلة بعض الناس لما يختلف مع أهله يختلف مع جرانه يختلف هنا وهناك تجده يقطع كل أواصر وكل الحبال التي توصله بأهله وأحبابه وأصحابه هذا من عدم فقه الواقع وعدم فقه الحياة الحياة يتخللها شيء من هذه الخلافات ويتخللها شيء من هذه الصراعات لأنها شيطانية المورد وإيش رح تتصور من الشيطان وهو يوسوس لك في بغضك لأخيك لكن هذا الموقف بين عبد الله بن صفوان والحارث بن أبي ربيع يقول لك لا تجمع بين الهجر وحرمان من اللبن يعني حتى وإن وصل هناك خلاف بينك وبين أخيك لا يجب أن يصل إلى مرحلة تقطع عنه أواصر كل الحب يعني أترك لك حبلا ممدودا واترك لك أواصر المودة حتى إذا ما هو اقترب منك يوما وجد أن الحبال لم تنقطع بأسرها أما أن نصل إلى مرحلة نتقاطع فيها بصورة كبيرة فإن مرحلة الرجوع بعدئذ تصبح صعبة وهذا جربه في سائر شؤون حياتك وهذا